في البداية هو مفهوم الصحة العقلية بس خلينا نتفق الأول أنها في آخر عشر سنين بدأ فعلا علم النفس يهتم جدا بالتأهيل الإنساني عن طريق تطوير قدرات الإنسان لأنه لقوا أن فيه قدرات مكتسبة وفيه قدرات فطرية القدرات الفطرية كلنا مخلوقين بكيفية واحدة لكن الكم بيختلف من شخص لشخص فقسموا القدرات إلى أربع مستويات فيه القدرة الجسدية والقدرة العقلية والقدرة النفسية والقدرة الروحانية قالوا أن لو الإنسان توازن ما بين الأربع قدرات دول هيقدر أنه يتعامل مع ضغوط الحياة والمصاعب اللي ممكن تكون منه عن طريق أعباء العمل الأسرة الضغوطات اللي بيمارسها في حياته العامة فعن طريق تطوير القدرات بتاعته طيب إحنا أصلا فيه حد بيقدر يوازن بين الأربع أنواع اللي حالك قلت لهم دول أعتقد أنه يعني لأ فيه جوانب بتضغى على جوانب فيه جوانب بنبقاش قدري يعني أحنا عايزين بس بنبقاش قدري صدقيني لو أنا قلتلك مثلا القدرة الجسدية طبعا كلنا كلنا أكيد مرت علينا جملة أن العقل السليم في الجسم السليم إحنا لو أخذنا بالنا في التوازن في التخزية في عدم الإفراط في مثلا الأكل مثلا بشكل معين مثلا بيعمل على الخمول وعلى الكسل لو إحنا أخذنا القصد من الراحة والنوم لو إحنا التزمنا بتمن ساعات نوم ده بيساعد على الراحة رحب تديري نقول كلام هم غير قبل مين بيعرف يا حتى بان ساعات نوم يعني يعني خلي بالك إحنا بنحاول وبنسعى لكن ما بنوصلش لده ده اللي إحنا بدأنا نلاحظ دلوقتي ناس كتير قوي بتشترك يقولك إيه أنا بنس أنا حطيت الحاجة فين أنا مش عارفة أنا كنت فاكرة أقول حاجة بس أنا نسيت الكلام ده لو إحنا فكرنا هنلاقي نتيجة عدم التوازن في النوم خلي بالك إن في حاجة لطيفة جدا اكتشفوها مؤخرا إنه الإنسان محتاج لربع ساعة في اليوم nothing ولا حاجة مايفكرش في أي حاجة العقل بيعمل تعافي لنفسه بيحل المشاكل المفتوحة بيتعامل مع الخبرات اللي هو مر بيها فمش مثلا مش إن أنا مثلا أطلع أجازة لأ أنا محتاج لربع ساعة أفصل فيها ممكن عن طريق الاسترخاء ممكن لو إنسان مثلا بس تنفس أو بلاش لو هو ما هيبقى صعب مش كل الناس يقدروا يعملوه بس مايفكرش في حاجة ديل وحدها مفيدة للعقل لو تكلمنا مثلا على القدرات العقلية التعلم المستمر أني أنا مثلا ما حدش مثلا يقول لي أسأنا ما عنديش وقت إن أنا أتعلم لأ كلنا عندنا وقت بس بنوظفه إزاي خصوصا إن القدرة العقلية التفكير والأفكار زي ما حيك قلت في الأول تقص بشكل كبير جدا على حياتنا يعني اللي أنت بتفكر فيه هي دي حياتك فلو أنت بتفكر بشكل سلبي أنت حياتك هتبقى سلبية أو إن أنا مثلا بفكر أني أنا عايز أعمل بس أنا قاعد في مكاني أنا مش بعمل حاجة فلازم أخلي بالي جدا من خطورة الأفكار على سلوكياتي طيب الجوانب النفسية أو الانفعالية طيب دي زي ما حك قلت كده إحنا محتاجين إن إحنا نعرف نتعامل مع الناس نعرف نتعاطف مع الناس لما أنا أعرف إن الشخص اللي قدامي احتياجاته إيه أو أحس بمشاعره بكل دي تنمية مهارات زي بظبط ما بنزل الجامع أنا بلعب النهاردة رجلين إيدين كل دي عضلات كمان القدرات اللي عندنا هي عبارة عن عضلات لو أنا ما أهتمتش بيها وطورتها ونمتها ما هي مش هتبقى مفيدة يعني هل الرياضة لها علاقة بالصحة العقلية؟ اشتركوا في القناة